بالأمس كانت مباراة منتخب مصر والجزائر مباراة مش أقول عليها مباراة دي لأنها خدت الطابع الرسمي انت من ديار 28 بتلعب بعشر لعبين بروف قوية جدا للمنتخب المصري تقييمك فنيا لمواجهة الأمس مع منتخب الجزائر وشايف احنا استفدنا من المباراة دي ازاي؟ أولا طبعا المباراة فعلا زي ما انت قلت فاروق ان احنا استفدنا منها رقم واحد ان احنا العبنة يعني يعتبر اكتر من تلتين المباراة نقصين واحد ممتازة جدا بالنسبة ان احنا استفدنا أكتر من الجزائر لان احنا العبنة نقصين واحد وغيرنا طريقة اللعب أكتر من مر يعني بداية المباراة احنا العبنا باتنين مركز تمانية وبعد كده لما طرد غيروا لعب واحد تمانية واحد ستة فعلا ابنا اربعة اتنين ثلاثة بعد الطرد وقبل الطرد referencedations يعني غير كذا مرة في طريقة اللعب وده فائدة ققام جدا للمدارب ومعنا مدرب ما شاء الله على مستوى عالي جدا أدار اللقاء بشكل كويس جدا ما تحسش مبارحة كابتان ياسر أن مصر تلعب عشر لعيبة قدام متخب المالجة ومعظم اللاعبين تحس مبارح أنهما كان عندهم استنفار وعندهم يعني بيلعبوا الماتش بقوة ما تقولش أنه فعلا زي ما أنت قلت وكابتان أوراند قالت أن الماتش متحسش أنه أديه خالص الأستاذ مليان الماتش بينجيبونج رايح جاي المتنم مداربين عاوزين يكسبوا فالماتش من ناحية الفنية ماتش فنيا عالي جدا طريقة اللقاء بالنسبة للمنتخب مصر طريقات كذا ما أقولت لك عجبني جدا يعني كذا لعيف الملعب طبعا على عصوم العملاق الشناوي طبعا بالنسبة لي من طبعا هو مش أقول الأفضل مبارحة لأن الشناوي على طول الحمد لله كويس لكن الشناوي بح عمل مبارحة كبيرة جدا 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 من ناحية الفنية هو شلمن علينا سخور بصراحة لا برضو كان في حاجات أهداف مؤكدة بس كان فيه أهداف أيوة أنا فيه نهواند كابترين ياسر من دية 89 ل91 لدية 91 متخب الجزار كان بلعب محمد الشناوي بس صحيح كلام مظموط كانت المبارحة بواجهة ما بين متخب الجزار ومحمد شناوي فيه واحدة اللي هي عمل فيه وضع النجمة دي يعني صدة نموذجية تمركز سليم فاتحة رجلة ممتازة تكنيج بتاع الأداء بتاعه فيها هايل جدا لا الشناوي عمل ماتشن بي أحكي بيه جدا محمد صلاح من الماتشات اللي هي عجبتني أداءه فيها تريسي جيه كان هايل جدا حمدي فاتحي يعني مجموعة اللقيبة كلها أنا شايفهم كانوا هايلين جدا 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 محمد هاني قبل الطرد محمد هاني وأنا سألت كابتر ناصر عباس بعض المبارحة بيقول إن هي ما تستحقش طرد يعني هي يعني بيقول إن هي انزار هي اختلاف بقى هنا بعض شايف إن هي طرد مؤكد والبعض يقولك ما تستحقش كابتر ناصر عباس أنا سألته هو معنا هنا في القناة فبيقول لا يتستحق انزار أكتر منها طرد يعني فبعدك يعني تحس إن الحكم كان بتنشن شوية تحس إن الحكم يعني كان عاصب هو حكم كويس بكل حاجة بس كان عاصب شوية بس كان يعني برضو ناخد من النوطة دي كابتر ناصر أنت مهم جدا في المبارات الودية أو في الاستعداد بتاعتك إنك تتعرض للضغوط اللي أنت ممكن هتتعرض لها في البطولات الأفريقية خاصة الأمور دي معتادة بنشوف دايما في التحكيم في البطولات الأفريقية صحيح كلام مظبوط جدا 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 وأنا قلت حدك هو الطرد طبعا فيه شغل فني بالنسبة للحكام لكن أنا أكلمك الصعيد الفني بالنسبة للفرقة بالنسبة للفرقة الفرقة استفاد جدا جدا بعد الطرد إن إحنا قدرنا نلعب عشر يعتبر تلتين المبارات بشكل كويس جدا أداءنا فيه توازن بين الدفاع والهجوم الراجل غير في شكل الفرقة بشكل كبير جدا هو بدأ بالإنها بالماتش اللي قابله بيلعب كان بدء المبارات بـ 281-6 كان النيني وبعدين قدام محمدي فتحي وزيزو فكان بيلعب بـ 282-6 في ناحية هجومية يعني كان بدء المبارات عاوز يكسب بينها جدا في التشكيل بتاع الفرقة أداء الفرقة كان منظم بشكل كبير جدا مصطفى محمد من الماتشاط اللي عملها ممتازة جدا وحتى الكوة اللي ضيحها عملها كويس يعني طلع بـ يا بس بيعدد سنة شوية لكن لو هو عملت شب هو رايح للجون كان ممكن تبقى جون لكن برضك عملها بشكل كويس جدا يعني مصطفى محمد من الماتشاط اللي عملها كويس جدا 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 لأداء الفرقة بين التوازن الدفاعي الهجومي اتعامل بشكل كويس جدا المتدات الأجمل متدات عملناها نموذجية في آخر الكوة اللي جات ممموش دي اللي عملها صلاح بينية دي يعني كان ممكن يبقى تنسف ولماتش خلص لكما هي دي حل كوة القضى من يد ديع هنا وتتعد بالتعادل هنا لكن كان خلاص كان ممكن يبقى تنسف ولماتش خلصها